السلام عليكم ورحمة الله أنا حسين الربيعي في هذا الدرس سوف نشرح كيف نتعامل مع عدالة الإيفال في الجافا سيكريبت الإيفال بكل بساطة في الجافا سيكريبت نمرر لها أي كود جافا سيكريبت وهيتنفذه لنا يعني أنا لوجيه الكتابت لك variable إيش زيت يساوي إي إي إيش evaluate المن لعسي مثال ثلاثة زائد اثنيا مينوس أربعة أوكي هذا سترنج بيانات بشيك السيترنج لكن الإيفال سوف تتعامل مع هذه السيترنج كداتة اعتيادية وتقوم بتنفيذها الزيت سوف يحمل قيمة إيش يحمل قيمة إيش نتيجة الحسابية إذا وجدت عملت لاران ترى أنه أوكي هذه الصفحة الخاصة بنا ننظر واحد باشر نفذها وأعطاني واحد أوكي الآن ليس فقط حالة ممكن نفذ أي كود جافا سيكريبت نفذ أنت تنفذ alert نفس الأرات تلك أقول له hi بهذا الشكل طبعا أكيد إذا كان القوس الخارجي single quotation الداخلي سوف يكون double quotation حتى لا يتعارض إذا هذا double quotation أو الخارج single quotation إذا هذا alert اعتيادين أقول له hi أوكي أزيل هذه ال variable وأزيل هذا الآن عندما أنفذ يعرض لي hi أوكي hi يعني تخيل أنه أنا ال secret بشكل htm بشكل tx أرسلت له للمحرر ونفذه الجيش تقلت له variable x يساوينا 5 فارزة منقوطة وأقلت له alert للx طبعا أكيد فارزة منقوطة مثل هذا سطر وفارزة منقوطة هذا سطر المفروض يعرض لي message بال5 بالنسبة لل5 أو أنا تعجبني هذه الحركة جدا يعني تجي عني سعيد عندما يحصل هذا البطل أوكي يعطاني 5 يعني أنظر أنا هذه ال eval ممكن أمرر لها أي secret بشكل سطرين كويه يتنفذ لي إياه أمر رائع إذا أين استخدم هذا الأمر وهذا هو شيء الذي جعل جاب secret مميزة وتستخدم فيه كثير من البحوث طبعا آخر عمل أنا أعمل عليه الآن هو هذا البرنامج بسيط لتعييم أطفال البرمج أوكي الطفل هنا يختار الطو مثلا يقول لها حل برنامج يجمع لك رقمين الطفل يدرج هذا ويدرج هذا ويدرج متغير الثالث Z ويدرج الprint للZ أوكي يقول له هذه الزت تمثل operation بين اثنان وهذا يمثل variable أول وهذا يمثل variable ثاني وهذا على سبيل مثال 5 وهذا 15 وهذه إيش طبعا هذا variable عفوا هذا variable A وهذا variable B نعقل لهذا نغيره إلى new variable ونسمي B حتى يقول أوكي عرف variable أعلى A خمسة B15 وأجمع لك ال B طبعا هذا new variable new name هذا new variable نسمي A حتى أميزهم A B فأقول له أوكي يجمع لي A مع ال B وضعهم في Z وهذا برنامج بسيط هذا يختب بالPython يكتب طبعا أنا كيف الآن أنفذ هذا الكود و أحص النتيجة أكيد سوف أمرها لدلة ال Eval في الجافا سيكريبت هو تنفذه وتعطيني النتيجة أوكي عطتيني النتيجة إذن هذه أبسط استخدام لدلة ال Eval إذا كنت تبحث و تستخدمها بشكل مستمر ذلك أترى أنه أغلب البحوث تعمل على دلة جافا سيكريبت ليس فقط لأنها ممكن تعمل على أي جهاز هذه إحدى تنميزاتها تميز الجافا سيكريبت طبعا إذا كنت مهتم به هذا المشروع إذا أنت تعلم و تعلم أطفالك طبعا المجروح هو Open Source أنا وضع أساسا على ال GitHub تستطيع أن تعملها download وتستخدمها أو free ممكن أي شخص يستخدمها و أنا كل أسبوع أقوم بتحديث على هذا المشروع طبعا هذا حاليا كما تواحد كل أسبوع أنا أضيف كما تعليه وأضيف إضافات جيدة في هذا المشروع إذا كنت مهتم به طبعا لا تنسى أن تقوم بدعم هذه القناة بمشاركة الفيديوهات مع أصدقائك عبر فيسبوك عبر انستجرام عبر واتسعب عبر أي شيء فقط ساعدنا لدعم هذه القناة لنقوم بتنزيل كل ما هو الجديد وتقنيات أحدث وأحدث شكرا لحسن المتابعة و شكرا لكم